معروفة بشطرتها في عالم التجميل وبقى نقطها في عالم الموضة قضمت متابعيها بظهورها بصور من دون غطاء للرأس زوجها يبقى رجل أعمال سعودي والمتابعات دايما بيتهموها بالغير عليه طول الوقت جالها اكتئاب بعد الولادة كلامنا هنا عن خبيرة التجميل سارة الودعاني اللي كل فترة كانت بتتصدر الترند بالحاجات الغريبة اللي كانت بتعملها سارة الودعاني تبقى بلوجر سعودية اتولدت وكبرت في مدينة الأحساء سنة 1991 واشتهرت بمقاطع الفيديو ليها على سناب شات بإسلوبها العفوي عندها حوالي 32 سنة ودرست في جامعة الملك سعود لحد ما حصلت على شهادة البكالوريوس تخصص علم النفس بس لما تخرجت سارة الودعاني قررت ما تشتغلش بشهادتها وتشتغل بموهبتها الفريدة لأنها من صغرها كانت مهتمة بالرسم ودمج الألوان مع بعضها البعض عشان كده بعد ما كملت دراستها اتجهت لعالم التجميل وبدايت في نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وبقالها كتير من المتابعين وخصوصا بعد ما كانت بتشارك بفيديوهات تتقن وتبدع في المكياج الخاص بالستات للابتين غطاء الرأس في الوقت ده صار الودعاني اسمها سمع في السعودية بسبب عدد متابعينها على السوشيال ميديا وده اللي خلى رجل الأعمال عبدالوهاب الدخيل يجبها تعمله أعلان وبعد أربع شهور خلىها تشتغل معاه في معرض خاص به وبدأ كل يوم يشوفها وأثناء الفترة دي كان محتاج حد يدعمه عاطفيا ويقلل من ضغط الشغل عليه اللي كان بدأه من وهو في ابتدائي فتواصل مع أخوها عبدالله واتخطبه بعد شهرين لأن أخوها ما ردش عليه بشكل سريع في شهر يونيو سنة 2018 اتعمل حفل الزفاف صار الودعاني وعبدالوهاب السياف في جزر المالديف علاقة صار الودعاني وزوجها علاقة مستقرة فبعد فترة من الزواج خلفوا بنته ولدهم سعد الابن الأكبر وبنت اسمها سكر اتولدت سنة 2022 وعادت صار الودعاني أنها بتنشر صور تجمعها بعيلتها إلا أنها بتحاول إبعادهم عن الأضواء من خلال إخفاء ملامحهم وكمان بتتجنب الكلام عن زوجها خوفا من الحسد صارت عرضة الاتهام المتابعة لها بتقول فيه أن خبيرة التجميل صارة بتغير على زوجها منها أثناء ركوبهم نفس الطيارة صارة سمعت الكلمتين دول منها وما سكتتش وردت وقالت بس تغرب الناس اللي مفكرين الكون بيدور حوالهم اسم خبيرة التجميل صارة الودعاني دايما متصدر التريند مر بسبب كلامها عن معاناتها مع اكتئاب ما بعد الولادة فبعد أيام من ولادة بنتها الرابعة أعلنت الفاشنستة صارة الودعاني عن معاناتها من اكتئاب ما بعد الولادة فقالت لمتابعينها أهلا بكم في اكتئاب النفاس وزعتها الجمهور انقسم لرأيين فيه اللي قال ربنا يشفيها لان اكتئاب ما بعد الولادة صعب جدا وفيه اللي قال مش مستهلة المبلغة اللي عملاها دي دي فترة وهتعدي أما المرة التانية اللي تصدرت فيها التريند هو ظهورها بصورة جريئة من دون غطاء الرأس على عكس ما بتظهر للجمهور لكن كشفت صارة الودعاني ان ظهورها بدون غطاء للرأس حصل عن طريق الخطأ وبعدها حزفت الصورة بعد اكتشافها وأكدت انها عمرها ما هتتخلى عن غطاء الرأس مطلقا خبيرة التجميل صارة الودعاني على الرغم من إثارتها للجدل كل فترة إلا إنها قدرت تحزاب متابعة وشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد نجحها في فن المكياج السينمائي ومشاركتها في فعاليات متنوعة في عالم التجميل